ضمن تقريره السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق من نيسان 2017 إلى نيسان 2018 استعرض قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الانتهاكات المستمرة والعيوب الخطيرة في نظام العدالة الجنائية والاعتقالات التعصفية والنزوح القسري لماذا التقرير؟ طبعا هذا التقرير هو مسألة توثيق للجرائم الحاصلة في العراق لا سيما خلال المدة التي غطاها التقرير الأخير وهذا التقرير طبعا هو التقرير الحادي عشر على التوالي الذي يعده قسم حقوق الإنسان في الحيئة ويتضمن كذلك إضافة إلى توثيق الجرائم هو يشخص الجهة المعتدية ويبين الجهة الضحية وهذا بالنتيجة سيصب في مصلحة الإنسان العراقي الأعزل الذي تم انتهاك حقوقه وإخضاعه لشتى أنواع ساعة المعاملة فضلا عن التعذيب والجرائم الأخرى المرتكبة بحق الشعب العراقي وعرض التقرير الذي حضره الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام للهيئة وجمع من الحقوقيين والأكاديميين والباحثين مأساة الدمار الكبير للموصل والتي ما زالت الجثث تحت أنقاض مدينتها القديمة واعتقال ثلاثة عشر خطيبا بعد انتهاء العمليات العسكرية ضمن حملة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها حكومات الاحتلال وهذا حقيقة مخطط آخر للاعتقالات الشهرية بحق المدنيين في العراق وهي بالأغلب اعتقالات دون مذكرة قضائية وبدون توجيه تهمة للذين يتم اعتقالهم وبالنتيجة سيخضعون إلى إجراءات غير قانونية خلال التحقيق وكلها تستند طبعا كلها ذات صبغة طائفية ودوافع انتقامية ظاهرة هذا أيضا مخطط مئة وسبعين ألف منزل في مناطق مختلفة من العراق لا سيما في محافظة نينوى تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي خلال السنوات الأربع الماضية ولكن خلال 2017 تجاوزت عدد المنازل التي تم تدميرها أكثر من مئة وأربعين ألف منزل مدن منكوبة وانتهاكات فضيعة وإسناد دولي مستمر للحكومة هكذا وصف التقرير حالة حقوق الإنسان في العراق ولتصبح بغداد الأسوأ عالميا وفق تقارير دولية اشتركوا في القناة